أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تمت إقالة قائد سرية ونائبه من جيش الاحتلال في عقاب إحدى معارك شمال قطاع غزة ولفتت إلى أن إقالة الضابطين جاءت عقب انسحاب قوتهما في ذروة المعركة بعد عدم تلقيها دعما ناريا في مواجهة عشرات المقاتلين لحماس وأكد الموقع نشوب أزمة حادة بين قادة سرية وجنودهم وبين قائد الكتيبة ما تسبب في عدم عودة نصفهم تقريبا إلى القتال